السلام عليكم وهلا بكم وحلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك النهاردة الخميس 14 مارس ارتفاع تاريخ للفراخ البيضة النهاردة لم يحدث من قبل ومعه ارتفاع في اسعار الكاتاكيت حلقة جديدة ومهم جدا تسمعوها للاخر ولكن اولا نبدأ الحلقة ما تنسوش كالعادة تنزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان تكتبوها بيديكو في التعليقات ويخلوها شاهد لنا يوم القيامة اي حد عنده اي سؤال يكتبولي في الكومنت تحت الفيديو وبرد على معظم اسئلة حضراتكم قدر المستطاع طيب النهاردة عندنا ارتفاع قوي جدا في اسعار الفراخ البيضة ارتفاع يا جماعة نقدر نقول عليه ارتفاع فعلا تاريخي لم يحدث من قبل طيب عاوز اقولكم النهاردة كمان فيه ارتفاع في اسعار الكاتاكيت البيضة طالما الفراخ بترفع بتاخد معها كمان اسعار الكاتاكيت لفوق يا جماعة كمان اسعار الفراخ البيضة تحديدا فيها ارتفاع فيه كمان ارتفاع في الساسو ارتفاع في البلدي ارتفاع في الرزي الاسعار كلها بصفة عامة مرتفعة يا جماعة طيب اخوتنا اللي بقولوا نستنى ولا نسكن ولا نعمل ايه الوقت يا جماعة الاسعار اللي احنا فيها دي بتساعد المربي ان هو يشتغل عاوز اقولكم كمان المربي الصح ما بيستناش السوق طالع او السوق نازل احنا شغالين صيف شتة شغالين السوق طالع او نازل شغالين هو التسمين كده يا جماعة دورة بتشيل دورة بتجيب مرة الكاتكوت قليل بتبيع مرة الفراخ غالية بتبيع المرة التانية الفراخ نازلة شوية ولكن في النهاية كل واحد بياخد رزقه ونصيبه والتسمين ما بيقافش طول السنة يا جماعة طيب اخواتنا بقى اللي بيسألوا على نزول الكاتكيت الفترة اللي جاية هيبقى فيها ارتفاع مش هيبقى فيها نزول للكاتكيت يا جماعة من كام يوم قلت لحضراتكم فيه نزول قوي جدا في اسعار الكاتكيت ولكن الفترة اللي جاية هيبقى فيها ارتفاع طول ما فيه ارتفاع في اسعار اللحم فيه ارتفاع كمان في اسعار الكاتكيت ليه لان بيحصل سحب وبيحصل تشجيع من المربيين ان هم يتشجعوا طالما لقيين السوق ساحب في الفراخ البيضة بيحصل سحب كمان على الكاتكوت ومجرد ان الكاتكوت يبقى عليه سحب اوتوماتيك على طول الشركات بترفع السعر أسعار الأعلاف كمان فيها سبات المفروض أن يكون فيه نزول ولكن يعني في السوق فعلا فيه سبات يا جماعة ما فيهش نزول ولا أي حاجة النهاردة زي مبارح زي أول مبارح نفس السعر يا جماعة طيب تعالوا النهاردة نبدأ بتنفيذات أرض المزرعة ونرجع نقول أسعار الكاتاكيت والأعلاف والبيض وكل حاجة بتخص المربي والمستهلك ولكن ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى ما تنسوش كمان تشيروا الحلقة وتحطوا лайعك للفيديو يا جماعة الليك مش هيكلفكم حاجة ولكن بيرفع الفيديو بيكتلي ناس كتير تعرف الأسعار الحائية والفعالية وقت نزول الحلقة يلا إلبط البلدي أرض المزرعة 135 والمحلات 145 جنيه للكيلو الفرنسوي أرض المزرعة 95 والمحلات 105 جنيه للكيلو المسكوفي أرض المزرعة 125 والمحلات 135 جنيه للكيلو هلمولار أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو السمان أرض المزرعة 70 جنيه والمحلات 85 جنيه للجوز الروم البلد الأسود أرض المزرعة 135 والمحلات 145 جنيه للكيلو الروم الأبيض أرض المزرعة 125 والمحلات 135 جنيه للكيلو أما عن الأرنب النهاردة 110 أرض المزرعة والمحلات 120 جنيه للكيلو البلد الحر أرض المزرعة 112 والمحلات 122 جنيه للكيلو الفراخ الرزي والفيومي أرض المزرعة 109 والمحلات 119 جنيه للكيلو أبيض بياض أرض المزرعة 77 والمحلات 87 جنيه للكيلو أحمر بياض أرض المزرعة 70 والمحلات 77 جنيه للكيلو أمهات الساسو أرض المزرعة 75 والمحلات 83 جنيه للكيلو أمهات الفراخ البيضة أرض المزرعة 82 والمحلات 92 جنيه للكيلو الساسو أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو وارتفاع قوي جدا للفراخ البيضة النهاردة المعلن 104 والتنفيذ الفعلي أرض المزرعة 103 والمحلات 113 جنيه للكيلو ارتفاع أسعار البيض النهاردة الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 150 جنيه والمحلات للمستهلك 160 جنيه للطبق البيض الأحمر من التجار للمحلات 152 والمحلات للمستهلك 162 للطبق أما عن البيض البلد النهاردة من التجار للمحلات 153 والمحلات للمستهلك 163 جنيه للطبع أما عن أسعار الأعلى في النهاردة وفيها سبات الطن بيتروح من الـ 24 إلى 26 ألف إلعبه وقطعي في المحلات الـ 25 كيلو 650 بادي سوبر 645 نامي 640 ناهي والكيلو قطعي في المحلات 27 جنيه الدرق إلعبه و 25 كيلو 335 والكيلو قطعي في المحلات 14 جنيه الرد إلعبه و 40 كيلو من 445 ل 475 والكيلو قطعي في المحلات 13 جنيه السبات الدرق النهاردة إلعبه و 25 كيلو 590 والكيلو قطعي في المحلات 26 جنيه المكرونة إلعبه و 10 كيلو 260 والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه رز بلدي عريض إلعبه و 25 كيلو 710 والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه رز بلدي رفاية إلعبه و 25 كيلو 690 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 27 جنيه أما عن أسعار الكاتاكيت النهاردة وفيها ارتفاع من جديد ومهم جدا مصدر وجودة الكاتكوت اللي حضرتك بتشتريه التسمين غالي وبيكلف فمهم جدا جودة الكاتكوت لان جودة الكاتكوت عليها نص عامل نجاح دورة التسمين بتاعتك ونص التاني العلف وطريقة شغل لحضرتك البطل مسكوف الار واحد واربعين بادئ من خمسين لتلاتة وخمسين مسكوف مخلط خمسة واربين جنيه مسكوف الزكور ستين جنيه البيور من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين الفرنساوي عشرين جنيه الشروفان عشرين جنيه البكيني ستاشر جنيه والمولر المحلي خمسة وتلاتين مولر مستورة تلاتة واربان جنيه السمان بدء من خمسة لعشرة على حسب العمر رومي برونزي تسعة واربان جنيه رومي بلدي اسود تمانية واربان جنيه الجميزة البيور عشرين جنيه رزي برابر حداشر جنيه رزي فرزي ديوك عشرين جنيه رزي على وشه سبعتاشر جنيه بلدي حر سبعة جنيه ونص والبلدي المحسن تمانية جنيه والفيوم البلد دي عشر جنيه بلد مشاعر تسعة جنيه ونص والهجين العالي تلتاشر جنيه ساسو جيل تاني تلتاشر جنيه والساسو الشاخر أربعتاشر جنيه أما عن الكاتكوت الأهالي النهار ده واللي بادئ من 24 ل 26 جنيه والشركات النهار ده بادئ من 28 ل 30 جنيه على حسب الشركة مهم جدا تاني هقول جودة الكاتكوت لأن جودة الكاتكوت بيتبني عليها نجاح دورتك وشغل حضرتك في التسمين أو الخروج من الصناعة نفسها فمهم جدا زي ما بتبص على سعر الكاتكوت تبص قبل السعر على الجودة وهتكلم في جودة الكاتكوت دي يا جماعة مليون مرة في كل حلقة هتسمعوني وأنا بقول مهم جدا جودة الكاتكوت ومصدره طيب الحاجة التانية كمان جودة العلاف اللي حضرتك بشتغل بها ما تشتغلوش يا جماعة بالعلاف الشعبية ولا بالعلاف اللي هي للتربية المنزلية صدقوني ما بتطلعش معاكوا أوزاني وبترجعوا تزعله وتقولوا التسمين بيخسر التسمين مش بيخسر التسمين زي ما حضرتكو شايفين الفراخ البيضة النهاردة على أرض المزرعة 103 معنى كده أن اللي عنده فرخة سوبر النهاردة عنده ربح بإذن الله هيراضيه وبزيادة فمهم جدا طريقة شغلة حضرتك دي كانت الأسعار المعلنة النهاردة نتمنيه يكون القادم أفضل اشتغلوا ما توقفوش شغل انتوا بخير في كل أحوالكم السوق طالع السوق نازل ما علينا غير السعي والتوفيق أكيد بيكون من عند ربنا دي كانت الحلقة النهاردة نتمنيه يكون القادم أفضل تستنونا بحلقة جديدة أشوفكو تاني بقى الف صحة وخير تاريخ أطفل